السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يناهي الآن في الفيديو صورة حاتم عمور وزوجته نفس الصورة التي نشرها الفنان المغربي حاتم عمور ليعلن عن إصابة زوجته بمرض السرطان عفانا الله وإياكم فلقد عبر الفنان المغربي سعد المجرد عن تضامنه بنشر هذه الصورة وكتب تعليق عليها يقول فيه أختي هند أنا أعرف مدى قوتك وبإذن الله الله سوف يجعل لك شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقنة فبهذه الطريقة عبر الفنان المغربي سعد المجرد تضامنه مع زوجة الفنان المغربي حاتم عمور وأيضا نحن من منبر قناة ابن العرب نشكر الفنان المغربي سعد المجرد على هذه المبادرة ونتمنى الشفاء العاجل لزوجة الفنان حاتم عمور هند الزاجي وأيضا قد نشرت الفنان المغربية دنيا بطمة أميرة الطرب العربي منشور عبر ستوري في الانستغرام صورة أيضا تكتب فيها دعاء جميل عن الشفاء العاجل والشفاء لا يغادر سقنة وكتبت أيضا هناك هاشتايق تضامنه مع زوجة الفنان المغربي حاتم عمور فبهذه الطريقة قد عبرت أميرة الطرب العربي دنيا بطمة الفنان المغربية بهذه الطريقة تضامنا مع زوجة الفنان المغربي حاتم عمور ونحن أيضا من منبر قناة ابن العرب نشكر أيضا الفنان المغربية دنيا بطمة على هذه المبادرة وانتمنى لها كل النجاح والتوفيق وأن يقف الله معها وينصرها في المحنة التي توجهها في قضية حساب حمزة مون بيبي ونتمنى الشفاء العاجل لزوجة الفنان المغربي حاتم عمور وكما أيضا نشر هاشتايق كلنا زوجة حاتم عمور وهاشتايق الدعاء لها بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقنة العديد من الفنانين المغاربة كما ذكرت سعد المجرد ودنيا بطمة إضافة لهم الفنان المغربية بسمة بوسيل وزوجها تامير حسني أيضا نشرها عبر حسابهم في الإنستغرام صور وأدعية للشفاء تضامنا مع زوجة الفنان المغربي حاتم عمور فنحن من قناة ابن العرب نشكر كل الفنانين وكل الجمهور وكل محبي حاتم عمور الذين تضامنوا مع زوجته في هذه المحنة فندعو لها بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقنة فنسأل الله عز وجل شفاء لكل مرضى المسلمين آمين يا رب العالمين شفاء عاجلا غير أجل في آخر الفيديو أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة ودومتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء